موسيقى الخامسة بتوقيت القدس أهلا بكم رفض المستشار القضائي للحكومات الإسرائيلية بخاي مندلبلي طلب رئيس الوزراء بن يمين نتنياو تأجيل جلسة الاستماع المتعلقة بالتحقيقات المشتبه بها نتنياو بخيانة الأمانة وتلقي رشاوة وكان نتنياو قد توجه بطلب التأجيل إلى مندلبليت بالأمس بحجة إعادة الانتخابات مطالبا أن ترجع الجلسة إلى وقت معقول على حد تعبيره بعد إجراء الانتخابات وقرر مندلبليت سابقا تأجيل جلسة الاستماع لنتنياو إلى الثاني من تشرين الأول أكتوبر بعد أن كانت مقررة في العاشر من تموز يوليو أفادت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قلصت مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال وكانت السلطات الإسرائيلية قد زادت مساحة الصيد يوم الاثنين الماضي إلى 15 ميلا بحريا أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 عنصرا إرهابيا على حد تعبيرها خلال ملاحقة القوى الأمنية للمشتبه تورطهم في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف الهجوم أمس عناصر أمن مصريين في محافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل ثمانية منهم ووقع الهجوم في منطقة يشتبه بأن تنظيم داعش يسعى لإقامة معقل جديد له فيها عذرا بعد الخسائر التي تكبدها في سوريا والعراق دعت الإمارات إلى حوار بناء بين مختلف الأطراف في السودان للحفاظ على استقرار البلاد وأكدت الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني وكانت السعودية قد أكدت أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة يأتي ذلك بعد فض اعتصام محتجين في الخرطوم الذي أوقع عشرات القتلى وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم لم يتجاوز ستة وأربعين قتيلة وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير أعلنت يوم الأربعاء أن عدد القتلى قد بلغ مائة وثمانية قتيلة ورفض قادة الحركة الاحتجاجية عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض مطالبين بالعدالة بعد عمليات القمع إلى هنا نهاية الموجز نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة